عجلة الحرب عادت للدوران من جديد في محافظة الحديدة ففي هذه الأثناء تخوض القوات الحكومية معاركة متقطعة لاستكمال تحرير مديرية التحيطة الواقعة إلى الغرب من مدينة زبيد التاريخية بالتزامن مع استعداد هذه القوات لخوض معركة واسعة لتحرير مدينتي زبيد والحسينية الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالك أكد في مؤتمره الصحفي الإسبوعي بالرياض أن تحرير مدينة زبيد بات قريبا وتزامن التصريحات الناطق باسم التحالف مع قيام الطيران الحرب بإلقاء منشورات على سكان مدينتي زبيد والحسينية تبلغهم بأن قوات الشرعية مدعومة من التحالف قادمة لتحرير مناطقهم من ميليشيا الحوثي وتدعوهم كذلك إلى عدم مساندة هذه الميليشيات في القتال وفي مدينة الحديدة استهدف الطيران الحربي التابع للتحالف بغارتين جويتين منزل الرئيس السابق لعبدالله صالح الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي فيما يشهد سماء المدينة تحليقا مكتفا لطيران يأتي ذلك فيما تستمر الميليشيا بقصف مدينة حيس المحررة من مواقع تمركزها في مديرية جبل راس الواقعة إلى الشرق من حيس المعارك الدائرة في محافظة الحديدة منذ أكثر من شهر ونصف تسببت وفقا لمنظمة الهجرة الدولية في نزوح أكثر من 280 ألف مدني نحو المحافظات المجاورة في وقت تستمر فيه الأنشطة الإنسانية لتقديم المساعدات لهؤلاء النازحين فيما تساهم حالة عدم الأمن في منع الوصول إلى بعض المناطق التي قد يكون النازحون لجأوا إليها المنظمة أوضحت في بيان لها أن عددا متزايدا من المرافق الصحية أغلق مؤقتا بسبب الوضع الأمني في حين تستمر جهود الوقاية للحد من تصاعد الكوليرا إلى ذلك عبر المئات من طلاب جامعة الحديدة الحكومية عن احتجاجهم على قرار رئيس الجامعة الخاضع لميليشيا الحوثي لاستئناف الاختبارات النهائية لأقسام كلية الطب والكليات الطبية الأخرى بعد أن تم تأجيلها بسبب الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي تعيشها مدينة الحديدة الحرب تتجه نحو تقرير مصير الحديدة في وقت لا تلوح فيه بوادر مشجعة من تحركات اللحظة الأخيرة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث بحثا عن حل سياسي يجنب الحديدة وميناءها معركة وشيكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر